السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد الإغاثة الإيمانية القرآني وإحنا كنا في مرحلة الحلول بعد أن نتهينا والحمد لله من مرحلة التحليل الذي كان مشوبا بالحديث عن الحلول والتحليل الذي كان في سبيل الوصول إلى الحلول وزي ما طلبنا من حضرتكم تتبصروا في التحليل وتتصبروا على التحليل نطلب من حضرتكم برضو أن تُعطوا الحلول التبصر الكافي والتصبر الكافي لشان فعلا ننتفع بها استعرضنا حلين من الحلول الأول كان ثم تتفكروا وأنا أكدت على أن الحياة مش دي كل الحلول احنا اخترنا بس بعض الحلول يعني يعني لربما تكون لها صلة كبيرة بموضوعنا أو نقدر نقول أبرز الحلول اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أهم الحلول على الإطلاق من وجهة نظري وهو ما نسميه ختمة المحبة ولو كمان بقت ختمة دراية بقى جميل يعني لو بقى هي بقى معها الفهم احنا كده كده عشان نعمل ختمة المحبة بازل نفهم معنا الآيات فده اللي بسميه ختمة فهم لو كما معها بقى ختمة وصايا طيب يبقى ممتاز التلاتة على بعض بسميه ختمة دراية وصايا يعني نحن نسأل نفسنا بعدين ما فهمت الآيات دي وربما عرفت اللي بقى مع ربنا يعني ايه أبرز ما ينبغ عليه فعله فإن شاء الله نتكلم في القلقة دي عن الحل التالت والمقترح يعني وهذا الحل التالت يعني أتمنى حركوا تركزوا معايا فيه شوية لأنه ممكن البعض ما يستملوش يعني المسألة لأنه فيها كلام كبير وفيها تفاصيل كثيرة أنا هيمكن نعمل فيها كتاب خاص كده لوحده اسمه البناء المنهاجي البناء المنهاجي مش المنهاجي خلاص فإيه اللي نقصده بالضبط بالبناء المنهاجي كحل أو تفعيل المهارات المنهاجية تفعيل المهارات المنهاجية أنا خدت بالي وأنا بحاول أستقرأ مثلا حوال الأنبياء تحديدا وحوال الأولياء والحكماء خدت بالي أنهما وكأن عندهم يعني في نظام متفاعل فيهم في قلوبهم متفاعل في أنفسهم يعني كأن مثلا يعني عذرا مثلا سيدنا يوسف هو كأنه جهاز كمبيوتر بس متفاعل فيه نسخة ويندوز فيه حاجات سابتة واضحة بتشتغل بمعايير ونظام وسيستم ونفس التصرف مع تكرر الأشياء لاحظت أن هذا الكلام مثلا حاضر جدا مع سيدنا عقوب حاضر جدا مع سيدنا إسماعيل حاضر جدا مع سيدنا إبراهيم حاضر جدا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره مثلا كنت بقول سيدنا يوسف كأنه هو متفاعل فيه برنامج في البنية التحتية بتاعته في الأساسيات هذا البرنامج هو عبارة عن أنه يشتغل بالإحسان دايما الأحسانية طول الوقت فتتبدل الأحوال تتغير الظروف يبقى في مكان دون مكان وزمان دون زمان وإنسان دون إنسان وميدان دون ميدان وهو بيتصرب بنفس الشكل من الإحسان وده واضح جدا حضراتكم هتلاحظوا أن مثلا في سورة يوسف أكتر وصف وصف بي سيدنا يوسف هو وصف الإحسان أو الأحسانية ده ببساطة اللي احنا بنسميه البناء المنهجي والاستقامة المنهجية لأن الاستقامة هي إقامة وإدامة هي إتمام ودوام هي اهتداء واستواء هي اللي بنأكد عليه دايما هو تمكين وتحسين وتحصين فالك ده من الثبات اللي الشخص بيبقى عليها طول الوقت ولذلك نتمنى أن نكون على الصراط المستقيم ونتمنى أن نمشي أسوياء على صراط المستقيم وربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام والرجل لما صلص النبي صلى الله عليه وسلم قال قل أمنت بالله ثم استقم يعني ده خلاصة المسألة لما قالوا قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك فالشاهد هنا الإنسان لما يكون عنده البنية التحتية تحته سليمة لما يكون عنده منهاج سليم لما يكون الإنسان عنده منهاج سليم لأن المنهاج ببساطة هو مجموعة من المبادئ الحاكمة والأصول العاصمة منظومة في خط واحد الإنسان عنده نظام حاكم عنده حاكم لتصرفاته عنده منظومة واضحة منظومة دي بيفعلها طول الوقت هي بحضرة بشكل مش عنده مثل مبادئ كأصنام العجوة لما بيجوع بيأكلها في الحقيقة كلما الإنسان يتبنى منهاجين ويشتغل على بنيته التحتية دي كلما هو لا بقى ما يجيش بقى مثلا لما تطرأ الأهواء تروح تلعب في دماغه ولا تلعب في إيمانه لما مثلا تيجي الآراء تلعب في دماغه لما مثلا تتغير الظروف وتتبدل الأحوال تلاقيه سلكة سبيلا آخر ولذلك حتى ربنا في ثنائه على الأصحاب كان يقول من المؤمنين رجال صدقوا معاه هدوا الله عليه بينهم من قضى نحبه ومنهم من يتظر ومن يبدلوا تبديل وعجيب فعلا أنهما سلكهم ثابت في طول الوقت يعني مثلا ربنا بعد حمراء الأسد بيقول لنا الذين قال لهم الناس وقالوا الناس قد جاموا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعمل الوكيل فانقلبوا من نعمات من الله وفضلا لهم يمسوا سمسوا وتباردون الله دف حمراء الأسد بعد أحد الأحزاب يعني بعدها بفترة بعدها مثلا بسنتين والحاد ربنا بيقول لنا أن الصحابة لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومعزادهم إلا إيمانا وتسليم يعني فزادهم إيمانا ومعزادا نفس التصرف لأنهما عندهم سيستب عندهم منهاج عندهم ميناء منهاجي محكم الحقيقة البناء المنهاجي ده درسة نفع علاءة زي كده هتكلم عنه واتكلم عن تفاصيله واتكلم عن حواراته واتكلم عن قصصه ومنهاجيته وقلياته ده ده الحقيقة ممكن راجع الكتاب فهنشوف تفاصيله فيه بس ببساطة شديدة هذا البناء المنهاجي بيهدف إلى أن الشخص يتم تزويده تزويده بمفاهيم ومهارات وخبرات وأدوات مفاهيم مفاهيم مهارات خبرات وأدوات تساعده على أنه يتعامل مع كل المصادر المعرفة حواليه سواء كانت مصطورة أو منظورة أو مقدورة مع رسائل ربنا اللي بتجيه رسائل مصطورة ماشي رسائل منظورة ماشي رسائل مقدورة ماشي فيحسن التعامل معها يحسن التعامل معها يحسن التعامل والتفاعل والتواصل معها فيقدر ينتفع ويستفيد بيها المصادر المعرفة النفعة من سميحنا مغذيات في مصادر معرفة أخرى ضارة من سميحها مؤذيات فيقدر كمان يكون عنده برضو المفاهيم والمهارات والخبرات والأدوات اللي تساعدوه على أنه يحسن التعامل والتواصل والتفاعل معها لو تذكروا حضراتكم كنا اتكلمنا قبل كده مثلا ان المغذيات دي احنا بنحتاج معاها لامداد او استمداد او ارواء انما المغذيات بنحتاج معاها لأ ابعاد واتقاء لو تذكروا حضراتكم كنت اتكلمت على مثال واحد بس على مثلا التبصر لما كنت اشرت للتبصر وقلت النهاردة عشان انا اقدر افعل التبصر ده فقلت ساعتها ان انا محتاج ان يكون عندي اداة التبصر نفسها سليمة لها القلب وان انا محتاج يكون عندي بصائر قضرة مخزون في القلب ده ومحتاج يكون عندي قوة تبصر قوة تبصر وساعتها قلت ان البداية من ان القلب ده نروح نحط في بصائر على قد ما نقدر فالبصائر دي اول حاجة هتصلح آلة التبصر السقيمة وتخليها سليمة اللي هو القلب وبعدين هبقى فيه رصيد كيف ان شاء الله من البصائر هيقوي قوة التبصر عند الانسان وساعتها العبد هيبدأ يمارس فقل الايه يبقى عنده المهارات وخبرات للتبصر فيمارس فقل التبصر باستعمال هذه البصائر فالحقيقة ده مثلا في التبصر احنا ممكن هنحتاج كده في التعقل يعني فيه حاجات كتير قوي لو الانسان فعلها مش هبقى ده حاله ابدا يعني صراحة صراحة انا لاحظت ان كتير من الاخوة والاخوات والشباب والشابات بل الفتيان والفتيات اللي بيقعوا فريسة للشبهات الحقيقة بسبب ان هم ما فعلوش المهارات المنهاجي دي يعني معلش هم مثلا ما عندهمش ادوات تمييز فرقانية تخليهم يميزوا مثلا بين مصادر المعرفة النافعة ومصادر معرفة ضر يعني مثلا معظم هذه الشبهات بتأتي منين بتأتي من افلان من مسلسلات هم ما عندهمش ادوات تميز فرقانية اصلا الحين الاستاملين الكلام ده فهم ما عندهمش المهارات المنهاجية المهارات المنهاجية ما عندهمش بناء منهاج سليم يخليهم يحسنوا التعامل والتواصل والتفاعل مع المؤذيات اللي ممكن تكون جاية في مصادر المعرفة حواليهم اللي ممكن جاية مثلا في صاحب جاي من صاحب بيتعاملوا معاه جاي من أسرة مثلا بيتربوا فيها فيها بعض الإشكاليات اللي هي بتهدد إيمانهم وزي ما قلت قبل كده الناس اللي عندهم مشكلات الإلحاد النفسي أو الإلحاد بتاع الشهوة طيب ما هو ده أصلا كان فيه مؤذيات ما بيتعرض لها وهو ما أحسنش التعامل معاه ما أحسنش إبعادها ولا اتقاءها لكن لو هو فعلا كان عنده مهارات منهاجية أو كان عنده بناء منهاجي ربما كان يقدر يتعامل معاه بشكل سليم برضو قلت برضو إن فيه إشكال تاني وقاله هو إن إحنا أصلا المغذيات اللي المفترض لمصادر المعرفة النافعة وخصوصا الوحي تحديدا اللي المفترض إن هي هتعمل لنا صيانة وصناعة صيانة من تلك المؤذيات وهتعمل لنا صناعة تصنعنا تصنعنا كويس منهاجين وتخلينا نتطور وتساعدنا على إن إحنا نبعد هذه المؤذيات بشكل سليم يعني إحنا ما بنحسنش التعامل والتواصل طفال معاه زي ما قلت مثلا إن إحنا أصلا ممكن نكون هاجرين للقرآن بشكل عام لمباني ولا معان ولو رحنا مثلا نهتمينا به نهتمينا به على مستوى المعاني بس نقرأ نحفظ نجود بس ولو اهتمينا به على مستوى المعاني نكتفي بالعلم ما نروحش بقى للتدبر والعمل وممكن نكتفي بالصلاح ونهم بالإصلاح في إشكاله واضح في إشكاله واضح يعني ما في أصلا ناس هاجرين للعلم الشرعية بشكل عام العلم الإيمانية بشكل عام ملاكزين بشكل كبير في العلم العمرانية فالحقيقة كل الحاجات دي من حوالينا إحنا لا بنحسن التعامل والتواصل والتفاعل مع المؤذيات وواضح لحضراتكو يعني مؤذيات دلوقتي ولا بنحسن التفاعل والتعامل والتواصل مع المغذيات وواضح لحضراتكو برضو فلذلك دي بتبقى النتيجة وعشان كده هتلاقوا إن من أكتر الأسباب اللي ربنا ذكرها للوقوع في الضلال أو الوقوع في الشبهات هي إن الناس ما بتفعلش المهارات المنهاجية دي يعني كتير جدا ربنا ينكر عليهم أنهم لا يتفكرون ينكر عليهم أنهم لا يتدبرون ينكر عليهم أنهم لا يعقلون ينكر عليهم أنهم لا يتذكرون ينكر عليهم أنهم لا يتبصرون بينكر عليهم بشكل واضح يعني ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثير يعني هما بسبب إهمالهم لهذا التدبر بيقع في هذا التناقض والاختلاف وغيرها من الأشياء بشكل واضح يعني إهمالهم لهذه المسألة ربنا كتير جدا جدا يعني بيتحدث عن أفلا تعقلون لعلكم تعقلون أفلا تتفكرون لعلكم تتفكرون ربنا كتير جدا بيتكلم على فكرة أفلا تتذكرون لعلكم يتذكرون ففي معظم الإشكالات اللي الناس وقعت فيها هي أن ما فعلتش هافه المهارات المنهجية علشان كده أن أتمنى حضرتكم بعدين إن شاء الله ختمة المحبة ما نخلصها نبدأ بقى نتعرف على المهارات المنهجية دي نتعرف على التفكر نتعرف على التدبر نتعرف على الاعتبار على الادكار على غيرها من الأشياء نبدأ نتعرف على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوحي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعلم العلوم بشكل عام في البناء والتسكية والتعليم نبدأ ندرس البناء المنهاجي ونحاول نحن نبني نفسنا منهاجيا علشان يكون عندنا بناء يتميز بالصلابة والصمود عندنا بناء ما يبقاش عندنا غثاء ولا عندنا خبط عشوائي عايزين هذا البناء ما يبقاش غثاء ولا خبط عشوائي يبقى عنده الصلابة والصمود في مواجهة الفتن ومواجهة المحن ومواجهة الزمن نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكم سبحانك الله وربنا بحمدك أشهد الله إليه لأنت استغفرك واتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر